طبعا حضراتكم وكلكم تابعتوا بفرح بالتأكيد قرار المحكمة الجنائية الدولية اللي تصدر كل وسائل الإعلام وهي بتصدر مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي الارهابي بن يامين تنياهو ووزير دفاعه السابق أولاف جلند وطبعا محمد الضيف من حركة حماس طبعا هذه المذكرة يعني كانت صادمة للجنب الإسرائيلي وطبعا 124 دولة هيبقى ممنوعة لنتنياهو جلند السفر إليهم وطبعا لو في دولة دخلته وضربت بعرض الحائط هذه التعليمات تبقى دولة ماريقة عن القانون الدولي أول واحد هذا الرجل المحترم اللي هو بوريل جوزيف بوريل اللي هو انتهت ولايته من الاتحاد الأوروبي قال حكومات الاتحاد الأوروبي ملزمة ملزمة بتنفيذ أوامر اعتقال التنياهو جلند قال انه هذه القرارات ملزمة ويجب ان تلتزم بها كل الدول الأوروبية طبعا بريطانيا على طول قالت بريطانيا ستفي بالتزاماتها القانونية بالتزاماتها القانونية بشأن قرار الجنائية الدولية يعني ما يقدرش يخش بريطانيا فرنسا قالت مذكرة اعتقال الجنائية الدولية مجرد اطفاء طابع رسمي على الاتهام ومش هنقدر ندخله برضو ألمانيا قالت سنفحص القرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجلن الألمان خايفين شوية مهزوزين شوية لكن في الآخر ملتزمين بقرار الجنائية الدولية وزير خارجية بولندا قال سنعتقل بنيمين نتنياهو اذا واصل بلادنا على طول اسرائيل كان فيه زيارة لوزير خارجية هولندا الى اسرائيل لغوها اعتراضا على هذا التصريح الهولندي رئيس الوزراء ايطاليا لا يمكن ان يكون هناك تكافؤ بين اسرائيل وحماس سوليفينيا وايرلندا مستعدون لاعتقال نتنياهو اذا جاء الى راضينا في كل الاحوال طبعا الولايات المتحدة الامريكية طبعا كالعادة وكلنا يعني متوقعين هذا بايدن بيصدر بيان بشأن مذكرات اعتقال نتنياهو جلنت بيقول دي قرارات مشينة ولابد ان نقف في جانب اسرائيل البيت الابيض بسرعة نرفض بشكل خاطع اوامر اعتقال نتنياهو وجلنت البنتاجون كمان نرفض قرار الجنية الدولية بشأن مذكرات اعتقال نتنياهو ووزير دفاعه السابق امريكا البيت الابيض والخارجية والبنتاجون والامن القومي كلهم مع اسرائيل ضد هذا القانون وضد قرار المحكمة وكأن قرار المحكمة حبرة على ورق امريكا لا تحترم القانون الدولي ولا تحترم المنظرات الدولية وهو ده لكلام الناس المنظرات الحقيقية طلعوا وتكلموا عليه مش يتكلموا على مصر طبعا مين اللي ضرب هذا الولايات المتحدة الامريكية قالت لا مش وافئين والماجر على لسان فيكتور اربان رئيس الوزراء الماجري تحدى الجنية الدولية وقال طيب انا بقى دعو نتنياهو يزور الماجر وهقابله وهكسر قرار المحكمة الجنائية الدولية بسرعة المفوضة الاوروبية قالت الاوربان دعوة نتنياهو انتهاك للالتزامات الدولية صحيفة هارس الاسرائيلية قالت قرار الجنائية الدولية يمثل حضيدا اخلاقيا لاسرائيل والراجل رئيس مجلس دارة هارس الاسرائيلية عايزين نتكلم عليه لانه يعني يبدو انه هو عنده استفاقة ضميرية وقال ان اللي بيحصل فعلا دي كاريسة حقيقية لدولة اسرائيل وانه ما يجري هو جرائم حربة حقيقية من تجويع سكان غزة الى غيره السئ انه قالت قرار الجنائية الدولية سيحد من قدر نتنياهو وجلنت على السفر والجاردين قالت اوامر اعتقال نتنياهو وجلنت تضع معايير الغرب على المحكمة في كل الاحوال هنتابع مع حضراتكم يعني لانه الموضوع بيتوتر وبيزيد لكن عيني النهاردة على ما يجري فيه روسيا روسيا خطر اللي بيحصل النهاردة يا جماعة بوادر حرب عالمية اللي بيحصل النهاردة انه الامريكان والنيتو بيقول الالمانيا اد السواريخ طاولة المدى لاوكرانيا عشان تضرب روسيا وروسيا استدعت جنود وضباط وكتيبة وفرقة من كوريا الشمالية عشرة الاف جندي داخلين الحرب مع روسيا دلوقتي بالتالي بالتالي امريكا قالت لاوكرانيا استخدم الصواريخ طاولة المدى الامريكية في العمق الروس روسيا غيرت عقلتها النووي النهاردة الالمان هيدوا بيفكروا ويدوا اوكرانيا صواريخ طاولة المدى الوضع النهاردة زي ما قال رئيس وزراء بولندا اخطر مما يتخيل احد هنتابع ويربنا يستر